أستاذ محسن كان دكتور أيمن بيقول يعني هي إسرائيل عندها إيه عشان تقدمه في محكمة العدل الدولية يعني هتقول إيه في تقريرها أنا كنت مبرح بتكلم في الموضوع ده وبقول إنه أعتقد أنا كنت متشوقة جدا أنا شوف التقرير لإنه كنت هشوف هيبقى عندي كتالوج جديد للكزب يبقى كتالوج كده فيه كزب وبجاحة نتعلم شوية نحن عشان نأصل الموضوع يعني دولة الاحتلال والمشروع الصهيوني بني على الأضاليل والأكاذيب والإدعاءات جزء منها أيدولوجي ديني عقائدي ولكن الأساس هو مشروع استعماري وبالتالي من الممكن أن تتقدم بتقرير لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبرنا يعني قطاع واسع من الشعب الفلسطيني بأنه إنجاز كبير أن تحاكم دولة الاحتلال من 48 إلى الآن لم تحدث عملية محاكمة مجرد وجود هذه المحكمة تحاكم دولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية إنجاز ولكن إنجاز ناقص لأنه السياقات التي قدمت من المحكمة تؤكد ارتكاب دولة الاحتلال لعمليات الإبادة الجماعية وتجاوزها للقانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي استندت لتصريحات جالانت وزير الدفاع ونتنياهو نفسه الذي دعا الفلسطينيين في قطاع غزة لمغادرة قطاع غزة والنزوح والهجرة وأيضا جالانت الذي يعني اعتبر المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وحوش بشرية وكذلك العديد من التصريحات من ضمنهم هيرتسوك رئيس الدولة الذي هو يعني يأتي من اليسار الصهيوني الذي أيضا قال أنه يعني سنكسر عظامهم ولا يوجد أبرياء لدى الشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال وكذلك استندت المحكمة في ادعاءاتها والقاضية الأمريكية الجنسية إلى التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وإنسانية حيادية مثل الأنر والتي أصبحت في دائرة الاستهداف بعد ذلك بحجة جواهية وهناك محاولة للتجفيف الموارد وإنهاءها لأنها ملتسقة ومترابطة مع قضية اللاجئين وأيضا منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة والعديد من المنظمات وبرنامج الغذاء العالمي الذين أكدوا في تقاريرهم وكذلك بعض التصريحات الصادرة عن منظمات حقوقية حيادية دولية تؤامن بحقوق الإنسان بأن ما يحدث هو عملية إبادة جماعية وبالتالي السياق الذي طرح كان يقضي بالنهاية أن تتوصل المحكمة إلى نتيجة عنوانها وقف العدوان هذا الذي كان يأمله الشعب الفلسطيني لكن بالنحية من وقت حكم محكمة العدل الدولية اللي بيلزم إسرائيل بتقديم تقرير عن تهمها بعمال إبادة جماعية ما وقفتش حتى ديكملت وبشعت أكتر وفضعت أكتر برأيي هذا أعطى مساحة لدولة الاحتلال الاستمرار في العدوان والإبادة الجماعية رغم أنه مضمون خلال الشهر مضمون إذا بحثنا المسألة من الزاوية القانونية ومضمون القرار يقضي بوقف إطلاق النار من خلال مثلا الحديث عن إدخال المساعدات كيف يتم إدخال المساعدات بدون وقف إطلاق النار عودة النازحين إلى آخرهم من بعض الآليات المقترحة في سياق القرار ولكن إعطاء مدة الشهر لاتخاذ تدابير مؤقتة لوقف عمليات الإبادة الجماعية شجع دولة الاحتلال بارتكاب 500 مجزرة ومزيد من الشهداء وصل عدد الشهداء والجرحة إلى أكثر من 100 ألف جلهم من الأطفال والنساء حوالي 70 ألف تدمير للمستشفيات البنية التحتية أماكن النزوح وكل ذلك بهدف كي الوعي ودفع الفلسطينيين لليأس وأيضا دفعهم باتجاه التواجد في منطقة حدودية على رفح من أجل تنفيذ أو استخدامها ورقة ابتزاز بحق المقاومة من أجل المقايضة بالأسرة وغيرها من الأمور إلى جانب مخاطر التهجير القصري هذا التقرير لن يخلو من الأضالي والأكاذيب في سياق إنشاء دولة الاحتلال التي نشأت على المرتكزات الكاذبة والمضللة وبالتالي ربما تدعي أن هناك استخدام للمواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية أنها قامت بتقسيم قطاع غزة إلى مربعات وغيرها من الأمور الواهية التي لا تنطلع على أحد يعني ما ذنب المستشفيات في ذلك ما ذنب الأطفال في ذلك المساجد والكباس المدارس الإيواء التابعة للوكالة التي ترفع علم الأمم المتحدة وبالتالي تضربها بالصواريخ والدبابات بدون أي اكتراف وتقوض المنظومة الصحية والمنظومة التعليمية والبنية التحتية ومحطات المياه والكهرباء والإنفرلح لحكم محكمة العدل إسرائيل كانت وراء تعليق دول كثيرة من دول العالم للدعم اللي بتعمله لوكالة الأونروا وقبل السماح للأونروا بتشكيل لجنة للتحقيق أعلن لزريني المفوض العام أننا سنقوم بالتحقيق وقبل أن يسمح له بالتحقيق ورفضت التواصل معه وبالتالي هناك مؤامرة كانت واضحة بما يتعلق في الأونروا ووصفها مرتبطة بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة ووظيفة الأونر وتقديم الخدمات الإغاثية ريثما يتم تطبيق 194 وهو قرار عودة اللاجئين وبالتالي استثمر هذا واستغل أبشع استغلال من دولة الاحتلال ودعمتها الولايات المتحدة لتجفيف الموارد المالية على طريق إنهاءها وفي خطة نتنياهو طرح في برنامجه بالإضافة لإبقاء الاحتلال وإعادة المنظومة الاستعمارية والكولونيالية إلى قطاع غزة من جديد وتشكيل إدارة مدنية من مجموعات مرتبطة بالاحتلال وهذا لن يقبله الشعب الفلسطيني والبند الرابع هو تصفية الأونروا وبالتالي هذا استهداف